من المفسرين أنا ولا فك شفارات تلامس والجيز يا ما أنت قلت أنا فهم لا خطر التوضيح الواضحات من الفاضحات معناه كان من عرفوه بقري كان بالكذا واضح هو على شو يحكي معناه هو يحكي على محاسبة المتخابرين مع جهات أجنبي واضح ويطلب تطبيق أحكام الفصل تطبيق أحكام المجال الجزائي هو يطلب تحكيم تطبيق الفصل الواحدة وستين مكرر من المجال الجزائي ما تعلق بسرائيك ما ربط ما يزننا ستربط الفصل هذا يحكي على أنه يعدوا من الاتداء على أمن الدولة الخارجي كل تونسي أو أجنبي اللي يربط علاقة مع أعوان دولة أجنبية من أجل الإضرار بمصالح البلاد هو السيق هذا ممكن يشمل حتى الروبرتاج اللي صار في الأمسيس أنه واحد يطلع يعطي مغالطات 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 معناه نحكيه مغالطات معناه واحد حاجة مصححة أو ما ثم اللي يقول حاجة مصححة بشكل حسنية ما هوش بشكل أو ما ثم مش كون يتعمد إنه يغالط بش يشوى صورة البلاد فبالتالي ينوه هو رئيس جمهورية راوت تزكياته ناخذوها من الناخبين ومن أعداده من مجلس معناه أعضاء مجلس ما ناخذوهش من تلك الجيهات الأجنبية اللي إيش كونهم هذا مترشحين مفترضين مترشحين موز ديجا سمى العبيد قال سمى ناس مش سمى معناه أعطاه معناه حاجات ما ينجم يكونوا عركين على الأشخاص بعينهم في البيان السابق ثم أخي المترشحين كله وينسا وين موجودهم في فرنسا عنا مترشحين في تونس ما زلت ما سمعت شان فمش كون في الحمس عنا عبير موسي في تونس حي لكنها معنيه بالانتخابات معنيه بالانتخابات القانون الانتخابي ما يمنعش عبير موسي ما تراش ولا يمنع عيسام الشاب ولا يمنع جوهر بن بارك ولا يمنع كل اللي عندهم قضايا في المحكمة بغض النظر عن الملف متاعهم معناه معبي ولا فارغ لأني أنا ما نتكلمش في حاجة ما نعرفهش أغلب اللي عبروا على ترشو حاتم يعيشوا البرة يعيشوا البرة ويربطوا في علاقات مشبوهة مع الكعين الصيوني وهذا ثابت روك نقولوا الكلام هذا مش نكبروا في حجم الخارة لا لا هذا 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 حقائق عطيني مثال اللي غالط يقول راهو اللي غالط يقول راهو ثم أمنيين يمارش في عمليات اقتصاب وقتل لمهاجرين هذه مغالطة اللي يقول راهو ثم ناس يهزوا فهم للصحرة باش يموتوا بالعطاش وجوع هذه مغالطة اللي يقول راهو ثم الحزاب السياسية تنشط بشكل سري في البلد هذه مغالطة اللي يقول راهو الأمن يعتدي بالمتراك على محتاجين مظاهرين هذه مغالطة اللي يقول راهو ناطينياهو محل موضوع تتبع راهو مغالطة اللي يقول راهو الرئيس راهو شخص معناه معادي للأديان الأخرى وضد سمية مغالطة اللي يسمي قيس عيد فرعون مغالطة يخي يلزم نفسروها ميضم شون باش خلوهم تمشي شون هي علاقة بالتزكية فيها تفاصيل برشة تعالى 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 هي عملية اما مسألة التزكية نرجع للأصل الموضوع اللي يقول اللي اللي يقول اللي في فرنسا اللي يقول اللي في فرنسا يشكونهم اللي في فرنسا شو سميلك اسمها عيب تبيعها ما كنت تقول تعرف زوزملي نعرف 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 السياق العام متاع متاع البيان هذا لكن ما نش بيش سميلك زوزملي نمواطن في تونسي في فرنسا يخي كلهم هما زوزملي نحبو يترشح اللي في فرنسا اللي جالي الخارجية التونسية اللي في فرنسا معناها كلها ما هيشة معناها تصب في نفس الوادم بتاع الأشخاص هادم هادم أشخاص بعينهم رئيس حزب وكان مرشح رئاسي وتواصل مع ساينة هادم شو ما هيش حبي يسميلك معناها نبيل قروي يسميلك اخي مش تعالي حق الرد محكوم ما ينجمش ترشح محكوم ما ينجمش ترشح محكوم ما هو بش اخي بيعين وهو نبيل قروي عنده مجموعية يشتغل معاه بش عاودي ترشح يشكون مرشح نبيل قروي ماذا بي نعرف ما نعرش شينا منعرش شو ما بش سميلك العبيان لا ما نعرفوش لا نعرف نعرف سيق العام متاع البيان لكن ما نجمش يسميلك كان بش يسموه أشخاص توسعتين هادم من عدوها حق الرد حق الرد ونس كل تدخ محكوم ما يشتغل معاه